السلام عليكم ورحمة الله تفرح مرحباً لنبو ممنزان سيرا النبو محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ الاولى بذل المسكين يتعلمون في يوم يتعلمون بيسيسي يتعلمون من الطباء في الهوامنا تتعلمون على تزيادة وانهما يصير في صفحة الإسلامية وانهما يسير في وقت التحرك وكانت أن تكون في حيث يتصوير ونحن يتصوير في أجل المسيح يتصوير في حيث يتصوير في الوقت ومن أهما محمد بازم أولا يتصوير في أجل المسيح تصوير في السبب المنزل إمام سيدي جنيدة أبوبا كربوشي يا قارة ينكارن هسكي غمالدا إلا ردكا إياه پاروا تاردكار بياناو دونيا أسلين دنگان تكاداتكي تكانا نجيريا دان نجر إن شيح مالامي نيي بياني ما سمتكرمي منشي ما سوغا مساروا فكسانشي تارد ميانزا وانا تشايتام تزمنتم تيبي دنجن تكاد تكيم بيانا نجر إمام سيدي جنيدة أبوبا كربوشي ده ساة خطوة بالساند رجومة أديه غباتر أيو أهي سور هرو ده كاللودا بيان أبن دهي كيسا كانن إكوس دهكومكا سان نجير وانا آنكير وارانا مالاميسي مغانغنو أميم بروري دهكومكا سنجي مغانا شواغبن نمو نا الديني مسلين سنجي مغانا دهكومكا سنجير يا سنجير خلاد دهما دهنجير دهنجير ين كيدي أشيخ أسماد بن فوديو أشيخ أسماد بن فوديو مجدد يا أكو يشي نجير ددوكا نجيريا لوكا چو مبتورا ملكن مالكا بيزو ياي السي إماربا توعوانا لوكا چند نجير دهنجيريا دكاديني سيدة بتوري يزو يا أبن ده ييدا سونان يا أنت متاني وانا كموانا ينجي مبوترواني تكين تنانمو بوترواني تكين ينجي مبوترواني تكين سقافمو بوترواني تكين دواني كيكو ممو أما أزاهري ده أنشي منا ده أنشي توحالي nda ake chiki سي يدوبا يا غيان دكاسم بزاتا موروبا غباتا سي يهدام دواندا ناو يمباتيبا يارم مباتيبا kalم مباتيبا دواندا ناو اشتركوا في القناة 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 من الهساب يوم القيامة لأن الإنسان يومئذ يكون مسؤولاً عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ثم لمن هذا المال ثم لمن هذا المال على وجه الحقيقة إنه لله أز وجل فالمرء يرس المال أو يجمعه ثم ينفق ما ينفق ويترك الباقي ويموت ولا يذال الناس يتركون المال ويموتون حتى يسل إلى الله يوم القيامة ويومئذ يقول الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القحار المال يا أخي مال الله ومليكة استخلاف والله سبحانه وتعالى يقول آمنوا بالله ورسله وأنفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه الذين عاملوا منكم وأنفقوا لهم أجل كبير وهذا العجر الكبير في الدنيا نماء وبركة وراها نفسية وفي الآكرة جنات تجري من تهتها الأنهار وما أنفقتم من شير فهو يخلفه وهو خير الرازقين ولكن ماذا ينفق المسلم من ماله؟ أينفق التالف والرادع؟ أينفق ما يكره بقاءه عنده؟ إن السائل ديف الله وما تنفق ما تنفقه من شيء فإن الله به أليم لقد بلغ من أم المؤمنين أنها كانت تطيب الدرهم قبل أن تتصدق به فلما سئلت في ذلك قالت إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل والله تبارك وتعالى ينادينا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيس منه فتنفقون ولستم بآكزيه إلا أن تبمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد والسؤال الذي يطرأ الآن ألا من يتصدق ألا من يتصدق الإنسان إنه يتصدق ألا من يتوسم فيه الهاجات سواء أطلب أم لم يطلب فالله تبارك وتعالى يقول للفقراء الذين أهسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أمياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلهافة وما تنفقوا من خير فإن الله به أليم إنهم لا يلهفون في الطلب ولكن تبدو عليهم سيم الفقراء والزل والهاجة هؤلاء أولى الناس في الصدقات تؤطى الواهد منهم في السر فهذا أبدل وصدقة في السر تطفع غدب الرب كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن شكرك هذا الذي تصدقت عليه فقل له بل أنا الذي أشكرك لأنك أتحت لي فرصة أداء حق الله علي وابدع بأهلك يا أخي المسلم لجمئيات البر ومآهد الطب والمستشفيات وكل ذلك في سبيل الله يقول الله سبحانه وتعالى مسأل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمسأل هبة ننبت السبع سناب في كل سنبلة معة هبة والله يضائف لمن يشاء والله واسئ أليم ثم ينبه إلى أسلوب السدقة يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم عجرهم إن ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يهذنون قال بعض الهكماء من من بمعروفه سقط شكره ومن أعجب بأمله حبد عجره وقال الشاعر أفسدت بالمن ما أصديت من حسن ليس الكريم إذا أصدى بمناني أيها الأخ اعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق هاجاتك إلا كنت خازنا لغيرك كما قال الإمام علي كرم الله وجها وعلم أنك يوم موته تارك ما لك كله ومهاسب عليه كله وعلم أن الله أز وجل يربي لك صدقاتك عنده كما يربي أهدكم فلوة كما رواه كما ورد في الهاديث الشريف والله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرد الله قداً هاسناً فيضائفه له عذافاً كسراً فتسدق على الفقراء فهم إياذ الله والأغنياء كلاؤه وهو يقول في الهاديث القدسي الأغنياء كلاء والفقراء إيالي فإذا بَكِلَوْ خَلَاءِ أَلَا إِيَالِ أَذَقْتُهُمْ وَبَالِي وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ وَأَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا مِنْ صَحَابٍ يَسْبَحُ الْإِبَادُ فِيهِ إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَهْدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْتِ مُنْفِكًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْتِ مُنْسِكًا تَلَفًا Alhamdulillah وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّهُ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْرِمًا أَمَّا بَعْتِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِئُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَاللَّهُ يُؤْدِ وَيَمْنَعُ وَيُؤْتِ وَيَنْضَعُ لِهِكْمَةٍ يَعْلَمُهَا وَالدُّنْيَا دَوَّالُ وَدَوَّارُ وَهَذِهِ الدَّارُ لَا تَبْقَى أَلَى أَهْدٍ وَلَا يَدُومُ أَلَى هَالٍ لَهَا شَعْنُ بِالشُكُرِ تَدُومُ النِّعْمُ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدَ النَّكُرُ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ وَمِنْ مَزْحَرِ الشِّكُرُ عَنْ يُنْفِقَ الْعَبْدُ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَلَى الْفُقَرَاءَ مِنْ إِبَادِ اللَّهِ وقد روى أُمَرُ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ وَانْهُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَعَلَ السَّائِلِ فَلَا تَقْطَوُ أَلَيْهِ مَسْأَلَتَهُ هَتَى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ رُدُّ أَلَيْهِ بِوَقَارٍ وَلِينٍ أو بِبَزْلٍ يَسِيلٍ أو رَدٍ جَمِيلٍ فَقَدْ يَأَتِيكُمْ مَا لَيْسَ بِإِنْسٍ وَلَا جِنٍ يَنْظُرُونَ سَنِيعَكُمْ فِي مَا خَوَّ لَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلٌ مَعَرُوفٌ وَمَكْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ سَدَقَةٍ يَفْأُهَا أَبَى يقول الإمام القرطبي رَهِمَهُ اللَّهُ دَلِيلُهُ هَدِيثُ أَبْرَسٌ وَأَقْرَعُ وَأَعْمَى وهذا الهديث الذي أشار إليه القرطبي ورد في صحيح مسلم وفيه أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سلاسة من بني إسرائيل أبرس وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبأس إليهم ملكا فأتى الأبرس فقال أي شيء أهب إليك قال لون حسن وجلد حسن فمسهه فذهب عنه قزره وأؤدي لون حسن قال فأي المال أهب إليك قال الإبل فأؤدي ناقة أشراء فأتى الأقرع فقال أي شيء أهب إليك قال شعر حسن ويذهب أني هذا القزر الذي قذرني الناس به فمسهه فذهب عنه وأؤطي شعر حسن قال وأي المال أهب إليك قال البقر فأؤطي بقرة هاملة فأتى الآمى فقال أي شيء أهب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فمسهه فرد الله إليه بصرا قال فأي المال أهب إليك قال الغنم فأؤطي الشاتا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم أنه أتى الأبرس في سورة مسكين فسعاله فمنعه فقال فكأني أعرفك ألم تكن أبرس يقزرك الناس فقيرا فأعطاك الله قال إنما ورست المال كابراً فدعا عليه قائلاً إن كنت كاذباً فسيرك الله إلى ما كنت عليه وأتى الأقرأ فكان رده كذلك فقال إن كنت كاذباً فسيرك الله إلى ما كنت عليه وأتى الأعمى فسعاله فقال الأعمى كد كنت أعمى فرد الله إلي بسري فكز ما شئت وادع ما شئت فكز ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أكزته لله أز وجل فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد ردي الله عنك وسخط على صاحبيك وبارك الله له ورد صاحبيه إلى ما كان عليه من سابك هاليهما فالله جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ووفقنا إلى ما تهب وترضى اللهم عائز الإسلام والمسلمين وعزلنا للشرك والمشركين ودمن كيد عضاءك عضاء الدين وانصر إبادك المؤمنين وندنا من كل بلاء وباء وطاؤون وربا وبلاء فطهر من ذلك بلدنا خاصة وبلاد المؤمنين عامة اللهم سل على سيدنا محمد سيد الأبرار وزين المسلين الأخياء وأكرم من أزلم عليه الليل وأشرق عليه النهار إباد الله إن الله يعمل بلا عدل والإحسان وإتائه القرباء وينهى أن الفحشاء والمنكر والبغي إذكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأصفر الله لأبي ملي ولكمكم إلى سلاتكم إرهامكم الله اشيخ امام ابو امام جنايدة ابو بكر بو كينا ايا يند يكي كارن حسكي اغماد اللر ياكرني جر دا قنجيار اخو وزكر كاركشن جاو غورن چنشو غبان كسان ناجيريا بولا عمال تنمبو سكي شريني دوباد ينين كاكاوة علاقاد دنگان تكا دا تكي ساكان ناجيريا داني جر با تم اعلم موما اللاو بانجيزي ساكا دوان ناياكي يتباتا اللا اعقاو حيني دزا أسولو انتاح كيو دوانساني با تاراد تاكي جاياكي با آمن اچا غباركس انشو ادرمو اوالنا انتاح اتزمون كم تيبي دوامانشي غبارك اقاو موكو ابو باندكي پارواد اقاو موكو كاراتي تقامالمي دون ويرو دا الوما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته